أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إدال موقعها الإلكتروني الجديد خلال حفل أقامته في السراع الحكومي برعاية وزير الاقتصاد الأولى النحاس وقد ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل عيتاني كلمة أكد فيها أن إطلاق الموقع الجديد هو إنجاز يجسد سعي إدال المتواصل لتدعم وتعزيز انتشارها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وهو يشكل منصة تساعد المستثمرين على مواجهة التحديات وعلى الانطلاق في مشاريعهم وتوسيع أعمالهم